هذا وتواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 691 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 156 طن وفي مجال الاستلاع على السلع المضعومة تم ضبط 21 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تمضبط 42 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسعر الغذائية تمضبط 23 طن وفي مجال الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 60 طن الأسمنتة وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 462 قضية من بينها 159 قضية خبز نقص الوزن و134 قضية خبز غير مطابق للمواصفات